اهلا وسهلا اهلا وسهلا ونانسي ما بقت وجه غريب وجه غريب علينا بس العلم اللي عنده غريب بس حكته شو اللي عملتي يا نانسي مع هالآدم حطيت له مريه قدامه وشيف حاله بهالمرأة بس بس شيف حاله بهالمرأة تغير حياته عمل صورة عاله يعني انه شو هي هالمرأة حطي مريه قدامي زين كونسلينج الاول شيء واهم الشيء انه لوحد يعملها في حال التأمر رح تحكي انجليزي شوية بس انا بترجم له في كتير ناس بيروحوا عن سايكايترست و سايكولوجيست وناس كتير اوقات كمانا منكون قاعدين معهم منقلهم مشاكلنا ومنفكر انه هني ممكن يعطونا حلول في عدة طرق واحد يفتش عحل زين كونسلينج بيساعد الشخص يكتشف انه الحال جويته لانه هاي هي الحقيقة نحنا منخلق ومعنا كتير كنوز بس مع الوقت منصير نفكر انه الكنوز بره مش جوه بزين كونسلينج منساعد الشخص بس انه يتذكر انه في مراية قدامه ويشوف كيف هالمرية بس اذا طلعت فيها عن قريب ادي فيك تشوف الشيه كونسلينج استشارة وزين علم الصفاء علم الوعي والرؤية انه بجي انا لعنديكو بحكي من الكلمات اللي بحكيونا او اشارات ايديه بتفرجيني شو عم بيقول جسمي ولاقلت هالكلمة وكمانا بدون ما انا يعني يكون عم بحلل يعني هالشخص بيكون عم بيحكي في اسئلة من وقت لوقت بسألة بس اكتر الوقت انا بكون عم بسمع وبس في كلمات لما انا بحس الانتووشن يعني الحدث اللي عندي هو اللي طبعا بيقدر واحد يبنيه بالتأمل يعني اذا انسان ما انه قادر يعيش بحياة تأمل او بطريقة وعي معين ما بيقدر يعمل زين كونسلينج لانه دايما نحن تلقائيا معاودين انه دايما منحط بصمتنا بكل شي اوقات هالشي مزبوط اوقات مش كتير مزبوط فبالزين كونسلينج عم نسمع بمرأة بكل بساطة يعني بدون ما نكون عم نزيد شي يعني هالشخص عم بيطلع بالمرأة بحاله ما انه انا لو نطلو المريأة بشكل معين او انا حتى لون معين انتهوي يشوف شي فبس بساعده انه كيف يسمع حاله بعيد كلمات معينة هو عم بيقولها تايرجع هو يسمعها وبدون ججمت هيدا اهم شي ما بحكم علي لانه اوقات كتير كمان احنا منسمع حاله ومنحكو مع حالنا يعني مثلا اذا ناس بدون يتخلصوا من ادوية اعصاب او شي انه لا ما عم بقدر وانا ضعيف وانا ما بقدر وانا فهالكلمات اذا نتخلصوا منكو كمانا ستشعروا كمانا يعني اذا بحكي بطريقة مش منيحة مع حالي ببني احساس مش منيح جوات حالي بس اذا بحكي مع حالي مثلا انت حلو اليوم انت بتنحب تكون جميلة ترى الوجودة جميلة نحب نفسك وقدرها هاي امانة قدر هالامانة ما تعلمنا هيك ما تعلمنا تسمعي الامات مثلا بيقول يقبرني ابني شو مهضوم وحمر في المدرسة بيضيع الولد مهضوم وحمر يعني هزايتي من الجهتين ومو بقي يعريف فبالزان كونسولينغ هيدا الشي اللي بيكون عم بيصير يعني انا بس مريه قدامه بالاخر بعمل له مثل سامري على كل شي قاله ومثل ما قالته بكرر دايما انه لازم نكون بميديتيتف ستايت الحال التأمل اللي الكانسولور المستشار للانسان هالطبيب هالعالم لازم يكون هو بحال التأمل تحلي الفطرة اللي عم تحكي يعني ازاش نهار حسي حالي انا مثلا في شي يعني زعجني نفسيا او مضطربة او صار معي شي وحيسي انه بهال ميديتيشن ما قدرت اتخلص منه مفضل انه ما ينعمل الزان كونسولينغ يعني ودايما متل ما قلت قبل انه احنا دايما منقول للناس شو منحب حدا يقلنا هاي الشغلة نتذكرها وننتبعها حالنا يعني ما عم بقول شغلة شغلة انا عشتها واكيد غيري كتير عم بيعيشوها فبس ننتبعها حالنا لما منكون عم ننصح نصيحة لانسان تاني هل هالنصيحة نحنا عم ننصحه لقلو ولا عم ننصح حالنا مشان هيك زين كونسولين مختلف انه نحنا ما منكون عم نعطي شي منا نحنا انا ما بقلو عمول هيك او ما تعمل او بس بعدلو الكلمات اللي قاله لانه هو هو عم بيحكي اصلا بيكون عم بيقول اه انا كنت عم بروح لهونيك لانه اوقات كنت عم بحس حالي زهقان اه لانه كنت زهقان فنحنا الحل جواتنا بس نعطي فرصة يطلع ونسمع حالنا ما نكون ملتيين بالتفاصيل ما نكون برا ما نكون هلأ معي دقتين شو بدي اعمل فيهم بدي اعمل تليفون بدي فوت غير بدي نعطي بس هالصمت هالدقايق هاي دي تنطلع بمرياتنا ونعرف نحنا جواتنا شو فيه اوقات كتير في عالم وانا كمان كنت منهم انه تفتش عحالي بيغيري هاي الشغلة كمان كتير مهمة بس انه الواحد يكون عم بيفتش بواعي يعني نحنا كلنا مريات لبعض اوقات كتير اكيد عالم مسلا بيلاحظوا انه لما بتشوفي ناس معينين بتحسي احساس معين فيه ناس بتحب تكوني معون فيه ناس ما بتحب تكوني معون لانه هالناس عم بيعملوا انعكاس عليك بشي جواتك عم بتشوفيه يعني بتحسي مسلا الناس بيتضحكوا او بينكتوا كتير بتنبسط تكوني معون وبتمشي هيك لما بتتركيهم بتقولي انا كنت معهم وكنت كتير سعيدة لما مع الميديتيشن اللي بتساعدنا تنقوّل المراقبة تبعيتنا ونعرف حالنا اكتر يكون عنا واعي منصير نعرف انه لانه عمل ريفلكشن لشي جواتي حلو ذكرني فيه مش هو بس اللي هو جبل السعادة السعادة اللي اجت لانه انا جواتي موجودة وصاعدني تطلع عكسها وقويها تترجع تطلع جواتي فهيدي يعني المرايه ما ننسى المرايه فايزان عنديك تسمع في كتاب قريته هو لسنز كتاب اسمه انه كل اطباء النفس تسعى تسعين بالمية بيجي لعندهم المريد ما بيسمع له بعدين حق مكناه قال له خي سجل لبلدك تقولون بعدين يديك سجله كمان كل مكنات عم تحكي مع بعضها يعني ما عنده اصغاء ما عنده سمع ما عنده حضور انه هلأ انا معك مية بالمية اليك بس ان هيك الطفل ما بقي رو عند امه وين بيرو عند التاتا التاتا بس تحطه وتغمره وتقول له يا تاتا عمال هيك من اختبار بسان هيك الاحفادة بنحبه اكتر من الولاد قال يارا تخلفنا الاحفاد قبل الولاد يعني بس ما بقفي عنا من رو عند الخولي بنعتريد من رو عند الطبيب فايزان نزل كونسلين مش عم بيعتريف عم بيحكي وانتي عم بتفرجيه مريلة لك هول اللي قلته كم كلمة قلت امه اها كم كلمة قلت بيه كم كلمة قلت واجعه بيجي بيحكي بتاخد الكلمة بترجعيه بتفرجيه بيقدر يشوف ليش قالوا نهو اكيد هو عم بيحكي اصلا قرادة بيكون عم بيحكي المشكلة وعم بيقول الحل مع بعضهم انا الشغلة الوحيدة يعني اللي بكون عم بقوله انا عم بعدله شقال وبيسمع يعني في ناس قرادة شايفين الحل جواتهم بس بدهم يرجعوا يسألوا برا لانه يمكن هاي ذاك ساحبتي بتعرف اكتر يمكن امي بتعرف اكتر يمكن بيب يعرف اكتر هالناس اللي هو حوالينا بيحبونا ويمكن اوقات كتير نيتهم كتير منيحة ما عم بيقولونا او ينزحونا شي لانه عندهم نية مش منيحة بس متل ما عم بتقولي استفت قلبك يعني لانه جوات قلبك فيه فيه حل جواتنا فيه كنز بس نوعه ونتفرج عليه بيقولونا كتر سؤالات وقالي للدوران بس مين عم نسأل هلأ؟ تسعى وتسعين بالمية عم بيشها نخروع عم بيشها ونيمي لازم نعرف مين عم نسأل لانه السائل والمسؤول واحد تسري تسألي من دكين لدكين 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 بس عم في حتيك اخلي اول صر ما يشفت يا والاخي لا ضيعت كل هالوقت بس هيك لانه مضايعين من قهوة لقهوة من مطعم لمطعم فعن واحد بلح يخبروني انه بيروح ترويقه هون وغدامه وعشا هون من مطعم لمطعم فعنوا بدي شو راح يشوفه ورح تقعد بحده سألته ما فيني اقولك بس ما حدا بقي يسمع له أكيد صار مثل المكنة بدا 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 مرته مبطيء وليل ما بيتوقوا طالع لبرا من قهوة لقهوة لقهوة لمطعم ما مطعم جلول اتعود ما بقى انسان صار هو يمكنه كمين صار بيتبسط بالقهوة صار بيتبسط بالريحة القهوة بالناس عم صار يتمكنوا بيهرب لبرة الهروب هيدا نوع من الهروب يعني في كتير اشيان احنا بنعملتها نهرب ازا عم نعملها بوعي انا بشجع ان ما تنعمل بس ازا بدون وعي من مين عم تهرب يعني بالاخر لما بدك تجي تنام رح تنام مع حالك لما رح تموت كمير رح تروح لحالك ما رح تاخد معك لا سيارات ولا مصاري ولا عالم حواليك مشان هيك خلنا نبلش من حالنا واهم شي نحب حالنا نقبل حالنا متل ما نحنا تنقدر نعرف شو اللي عم بيصير مش انا حياتي منحوسة وانا حزة مش منيح لانه انت في شي كل يوم مسج كل يوم الله بيبعث لنا رسالة نوعه وما رح يوقف لانه الله بيحبنا بس نسمع نقعد مع حالنا يعني منضلنا من مطرح لمطرح منوعه منلبس منشلنا منروح عالشغل منجي مين تلفن وين بدي روح وان بدي اظهر مين بدي شوف اليوم بالويكة انا شو بدي اعمل وقفوا لحظة لحظة بس هاي اللحظة الواحد اذا بيحس فيها بيعرف وين واجعه بيعرف بيعرف كتير اشي نازي كل هالاسبوع حطين موسيقى خاصة هي لدويتر يعني هدا الكلام عنده عايش وحده هلا بنيو ميكسيكو وما بيشوف حدا وبطل يقشع بس بيلعب بها الموسيقى بقول كنت اعمى وقت اللي كنت شوف وما بيقابل حدا وبدأ انترنت وكل شي باعتلي ايميل بيقلي مريم عارف انت رح تجي لعندي عارف انه باشا جلا عنده وجيبلي من عنده هس دي الحيال لع الموسيقى بس اسمع بقول اسمعوا هاي موسيقى من القلب بكل قلب لأ بدنا نسمع اخبار ونفقس من محطة لمحطة ونشوف مين عم بيهز اكتر ومين او الفيديو وكليكو رجل اعماله وإدارته ونحسد يعني نجمده شوي في تأمل بتعلمي هاي دي الجمده ما عم نجمد نجمد ومنضل اموات نجمده وشوفه شو هالأوارنس كي بتشوفيها ازا حكينا عن هيدا الاكزامبل مسلا هاي المديتيشن بالزيت هاي دي مديتيشن فور مودرن مام يعني لإنسان عصري هاي دي عمضين عصر عصر بهالوقت يلا 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 بدي جمع بداية بدي جمع بداية بدي جمع بداية الناس اللي بروحوا بيشتغلوا اللي عندهم مسلا مسؤوليات كبيرة واللي هن حطين فيهم حالهم فيها لهالمسؤوليات يعني اشيا مديتيشن بتنعمل خلال النهار او برات شغلهم يعني حتى نحن عم نشتغل فينا نعمل نوع معين من التأمل اللي هي بتساعدنا تنكون عايشين حياة افضل وطبعا بتوعي الوعي اللي جوتنا نكون مور اوير ايا شي ممكن عم نعمله مسلا ازا ماشي من محل لمحل تكون جوات حالك بالمارشل ارتس الناس اللي بيعملوا مارشل ارتس بيلعبوا جودو من زمان كتير كان في نسيت شو اسمه وقتا بيقطلوا حالهم هركين السكين بيحطوه هون فهون الطاقة طبعيتنا الكبيرة شو ما نكون عم نعمل نكون جوات السنتر طبعنا اللي هو السنتر جواتنا الوسط طبعنا ايه اه هيدا المركز نعم نعم فكل ما نكون عم نتحرك كل ما نكون عم نتحرك اسرع نجرب بس لحظة وقف ونشوف وين هالمركز موجود هال موجود بياجنا لانه ما بعرف لوين رايح مدري مين نطرني او لانه بالبيت لانه مرتب مريدة او في حدا او مدري شو نطرني بالبيت او لانه بالمكتب او هالسنتر ما بقى جواتنا لما منعيش هالسنتر ومنرجع منتمرن كيف نوعي هالسنتر ويرجع لطبيعته لانه نحنا اصلا منوعه ومنخلق عنا هالوجود جواتنا بس مع الوقت منصير يا كل وجودنا عالتليفيزيون يا كل وجودنا مع اللي حوالينا يا كل وجودنا بمشكلنا للاسف فهالطريقة شو ما نكون عم نعمل نجرب نتذكر حتى لو كانت مرة وحدة بالنهار وشوي شوي كل ما نتذكر اكتر مصلا ماشي رايحة عالمكتب ماشي بدي شوف وين مفتحة وين مستيارة وين صفتة بوقف لحظة لحظة وحدة وبعيش مع حالي ساعتا شوف انا وين وين تفكيري هل انا عيشي بهاللحظة هل انا كل اجر عم تتحرك قدامي هي هون ولا انا اوقات ما منحس بجسمنا كيف منوصى يه ما بعرف كيف وصلت عالسيارة ما شفتيني انا كذمرق من حدك مرأته وعياطلك عايشين براسنا كل الوقت بمشكلنا بمشاريعنا ونسين هاللحظة اللي احنا هلأ عايشين فيها اللي عم نتنفس فيها فهي الأجرسيسات شو ما نكون عم نعمل عالكمبيوتر قاعدين فجأة مساء عم نبعث ايميل ومعصبين وكذا وشو هالشخص شو بدي أيله وشو ما بدي وقفي لحظة ورجعي كاملي منوقف منشوف وين هالسنتر موجود هلأ ما حسينا فيه منحط ايدنا تقريبا تلات اصابيع تحت الزكرة منحط ايدنا ومنحس بهالسنتر اللي جواتنا قل لنا واخدنا بس قد ما فينا وهم كلنا سوا بس تخافوا فتحسوا بالخوف انا ما كنت سدي بس يسير فيه خوف هون خاف فإذا هاي دي اسمها صلة الأرحام وقعت لهم قطعت قويتهم صلة الأرحام هاي الحبل خدوا نفسه نحنا أحياء داش فيه ناس معا فيها تتنفس دا فيه ناس بنستشفيات بالكومة دا فيه ناس ما عم نعرف شو نعمت هالنفس بيفوت من هالهرم يلي هو المقام لجزبنا ريك دين لوين ريك دين محبا بيعرف اي متى بدنا نرجعنا قاود نقول اليوم ساعة ما بدي اعمل شي بدي قعد انا ويجيك واشرف نجيلها قديما كنا هاي بس امي تعمل قهوة كل الجيرات يشموا ريحة ويجوا هلا منشم ريحة مجرير وين ما كنا ما بقي ريحة قهوة كانت على الريحة تجي الناس هلا على الفضيحة وافي فضيحة بنت مين ابن مين هلا عم نمشي بين انفجار وانفجار وين طلع اليوم الانفجار فاذا ناخد نفس ونموت شو يعني انفجار يعني منموت اذا كل هاللي ميتوا ميتوا يا نانسي اللي منحبهم احياء اكتر مؤتركين بجسمه حاي بها اللحظة فيه وفيه كان اللي بتحبيه حاي اللي عم تذكريه حاي اللي عم تتنفسك مشي كذبة كل اللي شفناها واللي تعلمناها بالمدارس والجامعات والكتب ما في الا التنفس وإلا التنفس تكوني حد مرشد حي مش كون عنده جسد اذا الجسد بيت كلنا صواح وكلنا بلا بيوت وكلنا حجاج وبل بيت هيدا البيت فيه وبل اي بتعيش مين الاحياء شو عملتي اليوم في باسانا شو هاي؟ ما الا كلمة ترجموا تكوني ايها الا كلمة بالعربي لا اي ميديتيشن اسمها في باسانا طريق من التأمل في باسانا هايدي الميديتيشن لمدة 45 دقيقة هايدي كمان بحبقول انه فيهم يعملوها وهلا اذا حدا بدو يجيب ورقة وقلم يكتب شو لازم يعمل كتير هايدي ما محتاج موسيقى ما محتاج شي لمدة 45 دقيقة منكون عم نراقب الهوى اللي بيفوت بهالمنطقة فوق الذكرة هالوقت لما منراقب نفسنا كيف نحنا وعم نتنفس بتتحرك هالمنطقة لمدة 45 دقيقة منكون عم نراقب هالحركة نحنا مغامضين عيوننا والنفس كيف عم بيفوت وكيف عم بيتلع طبعا افكار كتيرة رح تجي ورح نكتشف ونعرف كم فكرة باللحظة بتكون عم تمرق ع راسنا نحنا مشكلنا كلها مش بس من الاشياء اللي حوالينا كمان من هالراس اللي دايما في افكار عم تبرم وعم تبرم وعم تبرم هالميديتيشن بتعلمنا كيف نراقب افكارنا ونخليها تمرق كغيوم ما نتمسك فيها يعني مثلا انا وقعدة بلشت تفكر مثلا تذكرت تخنقت مع حدا اليوم الصبح بصير ارجع تذكره شو قاللي وشو قلتله شو كذا رجعت وقعد بالمشكلة اذا تخيلت اه ارجع شفته اوكي انا بس عم رائب انا بس عم شاهد نحنا عم نشاهد شو عم بيصير وبدون جاجمت متل ما قلنا بدون حكم بس هيك غيوم وعم تبرم ما بدق بالسماء غيوم غيوم فكرة ما رأيت شفنيها فكرة تانية ما رأيت وشفنيها وكل ما نحس هالافكار عم تمروا خليها نشوفها وبتخطفي لما منطلع فيها بس تطليعها ومنرجع للنفس ونفس عادي ما عم نعمل نفس عميق او خفيف او النفس اللي نحنا منتنفسه عادة ومنرقب هالحركة اللي عم تتحرك بهالمنطل لمدة 45 دقيقة كتير كتير عالم رح يقولو شو طويلة هال 45 دقيقة ما رح تحسو فيها بيمرقوا كتير بسرعة هتبروها لحظة حبه او لحظة اقمار او مندفع عم تعمله وتغامره او وين ما بتمرق؟ رح احكي بعدين بعد هال ميديتيشن شو رح يصير؟ لمدة 45 دقيقة بس منكون عم نراقي بالنفس كل ما نتذكر نرجع للنفس افكار عم تمرق متل غيوم نخليها تمرق ونرجع للنفس بعد 45 دقيقة اذا فينا نحط الارم او اي شيء ساعة ترند حتى ما نكون عم نفكر او نفتح عيوننا كل شوي تنطلع بالساعة الارم عايريه ل 45 دقيقة اول ما يرن الارم نطفي وكل حركة بنعملها بهالتأمر من رقبة يعني انا وقاعدة مش لازم كتير مشانجة او بقعد متل ما انا مرتاحة اذا حسيت بدي اعمل حركة او علي ايدي او شيء كون عم رائب هالحركات مفضل انه ما كتير يصير في حركة بس اذا صار في حركة تكون مراقبة بعد هال 45 دقيقة منقوم ومنوقف ومنمشي على مهلنا هلا الاوارنس الوعي اللي كنا مركزينه على هاي المنطقة تبع التنفس بناخده للاجرين الاجر كله كيف عم تمسك الارض كيف عم بتدق بالارض ومنمشي تقريبا خمسين لستين بالمية ابطأ من مشيتنا العادية البطيئة ومنحس بكل دعسة عم ندعسه على الارض وكل حركة عم نعملها هيدا الشي طبعا بيساعد انه الواحد ما رح اقول يعني بدي تيز انه الناس لما رح يجربوه رح يكتشفوه اذا ما قادرين 45 دقيقة نقعد ونرأي بالنفس وبعدين 15 دقيقة نمشي نجرب عالقاليدي نعمل خمس دقايق تنفس وهو لازم وان ثرد يعني التيار اذا قلنا ربع ساعة التنفس خمس دقايق ماشي وبتشوفو كيف لما يعني لانه عم نساعد راسنا يكون مرتاح وعم بيرائب شي نحنا منعمله يعني مش عم بيرائب صوت او مش عم نعيد صوت معين مانترا عم نرائب شي نحنا عنا يوم نعمله كل يوم لما ندد ربع ساعة منمشي ومشيتنا ما انو منطلع لفوق ووين ومين في بالقودة ومين اجا ومين راح مترين بس تنشوف اذا راح ندق بكرسي او راح في عمود قدامنا او شي وكل مراقبتنا بس مركزة على الاجر وشو عم نحس وبعد ربع ساعة بتخلص هالميديتاشن مدتها ساعة متل كل الميديتاشن اللي انا بعملو هاي الميديتاشن بتساعد نوعي الوعي يلي جوتنا اللي صار عنده كسل لانو تعودنا عاشية تانية بهالدني كاليوم منصير كمانا اجزرسيسات فيها تشجع او تكمل هالميديتاشن اذا كمانا ما عنا هالساعة تنقدر نعمله او نعطيه لها الميديتاشن نحن وعم نشتغل نحن مثلا بالمكتب او شي على الكمبيوتر عم نجيب القلم نسمع الصوت كيف جبته لهالقلم كيف حركته الصوت طبع القلم هو على الورقة كل هالاشية بترجع بتوعي هالاحاسيس اللي عنا وبتصير ساعدنا كمانا يكون عنا وعي جوت حالنا لما منكون عم نتناقش او في كلمات اوقات منندم انو قلناها او اشياء منندم انو عملناها تا ما يعود عنا ندم لما منكون عايشين هاللحظة منكون وعيين لا الى مية بالمية وما بقى نفتح مجال لاي غلط يصير بينا وبين حالنا وما في غلط وما في صح بس نكون عم نخفف الضحايا او كل شي نغاتف معقولنا سلبيت سلبيت فهيدي الميديتاشن اسمه فيباسانا في انواع كتيري كمان من كل نوع انا عملت مرة فيباسانا عشر تيام بلا كلام وبعدين بلا اكل وبعدها رحت ستة شهر لكلام ولأكل يعني زجع تترابل دايما تلاقي شي بتشوفي بالطلطة بعد العشر تيام قالوا مين بيحب يحكي كلو ما قالوا معنى ابدا جوا في اللي بيشوف الشمس ما بده الكبريتي هاد صرنا نحس يعني هادي مع قوينكا عملني بس اليوم كلمة تأمل بلشت تجي على العالم العربي بس كيف بدي هلا اسأليك قديش في تأمل صح وغلط ويعني بتعرفش عم يصير في تجارة بكل شي شو فينا نقللون للناس انو انت المسؤول وين بتحب تروح في ناس اللي عم بيعملوا كمان معي ميديتاشن وفي محلات كتير بيقدر واحد يعمل فيها ميديتاشن بس بحب قللون انو يعني يعطوا الشغلة وقتا يعني اذا عم تعمل معي ميديتاشن او مع شخص تاني على قليلة عملها ثلاثيين وما تخلط بنرجع اكزامبل صغير متل واحد مثلا عم تاكل شوكولات ما تخلط وتاكل لحمة بنفس الوقت او يعني عم ناكل هاي الطبخة بس يكون في بالانس لما ما بنخلط بنعرف تعمت هاي شو وتعمت هاي شو اذا خلطت سكر وملح شو احد تحس ما احد تحس بتعمت شي وما رح تساعد يعني ميديتاشن اللي احنا بنعملون هني طالواحد يوعى توعى الاوارنس اللي جواته يصير يعرف يشاهد ويرائب حاله ويصير عنده هالوعي اللي موجود جواته بس يوعي لانه مع الوقت اشي كتير جواتنا نامت حاسيسنا ما بقى اوقات صار عنا مشاكل سمع مشاكل نظر ما بقى نشم مظبوط كمان بحب كمان اقول للعالم الناس اللي كمان يمكن ما عندهم كتير الشجاع انه يعملوا اول خطوة يبال شو يعملوا ميديتاشن فيكن تجربوه ولا واحد كون ولمان تعيشوه ولا واحد كون رح تشوفوا انه شو يعني ميديتاشن مثلا فيها نحدد كل يوم لقى حاسيسة معينة يوم نكون عم نراقب بس شو الالوان اللي عم نشوفه يعني نكون عم مثلا هوني شفت اصفر هون اخطر هون اورانج هون بنرجع من اول نظر هيدا كل نهار بس نعيش حياتنا عادية بس نكون عم نعطي اهمية اكتر لهيدا الاحساس الحاسة هيدا اللي هي حاسة النظر تاني يوم حسيت الشم وين ما ماشي شو عم شم فت عالمطبخ شميت ريح الطبخ امي عم تطبخ او شي فتت عالحمام عم بحط بيرفوم شميت هالريحة نرجع نوعي هالاحاسيسة اللي جوتنا تالت يوم اللمس شو وين عم بحط ايدي حطيت ايدي على جلدتي على القماشة اي شي مسكتو بايدي حس فيه وحياتنا عادية يعني ما انو رح وقف كل حياتي تعمل هيدا الشي هالتلات ايام ورح يشوفو بتقوى بنرجع من اول نظرنا بنصير بعد هالتلات ايام بصير واحد يشوف الالوان يعني الاخضر اخضر بنسمع بنسمع مزبوط بنشم بنشم مزبوط مثلا بحب احكي عن اكزامبل فيه ناس عم بقعد اوقات معه انو بيدخنوا كتير وبأماكن يعني ما بقدر يعني مضطرة موجودة يكون فيها الناس اللي عم بتدخن صارت لدرجة انو ايام بتشم هالسيجارة ادي عم تزعجها والدي عم تزعج اللي حواليها انا يمكن لانو صرت عامل ديفلوبنت يعني بهال ميديتاشن صارت عندي قوة الشم اقوة من الاول فكل هالاحاسيس اللي جواتنا نرجع لانو هاي شي جواتنا ما انو عم نشتريه ما عم بشتري حست شم ما عم بشتري حست نظر موش عم بيعرف كيف عم بيقتل حاله وهين ابما يقولولي الوقت خليص بعرف انو عنديك العلم انتي للحجار الكريمي وهين وانا عندي الحب يعني بنائي اخدت هول منيك ورحت لعن تجارتي ما بعرف ليش البستون ومدر شو عم نحكي قلت لهو قليك مع الطي طيي تحكيني الصبح نقدرا ما تقولي انزالي راوجه قلت قلت لي ولي انا باخد دواء تنام ما بنام بلاده با بس البستن هوا نسيت اني باخد دواء ونمت كل الليل مش عهردلك يوم ما قدرت اشرح لقلت لي ما يجيبي كتاب وتقرأ ما فيني اشرح لك ليش كيف طلعت عدد دغري وجبت كتاب كريستال باور وقلت لي ما تقولي لي هلأ هوا فين قوة قلت لي طيب ليش بيحطون الملوك والأمراء الخورة المطران الشيخ الخاتم المازال قلت لي معقولة قلت لي فيه فإزاً أحدث هلأ بدأت تقرأ وقلت لي رح أشضب بس تفرجيكي كيف فيك بتعرفي أنا خدت اخترت بعرف الألوان هاي اللي اللبسية مش هينيك سألتك عندك وحديتين لأن هيدا لوني المفضة تكيتشي ليه أنا بشوف الألوان بختار اللون بشوفه بغمد عينيه بشوف اللون وبختار مش هينيك صعب تشوفوني بعض لبسة أصفرية يمكن نانسي بدا تعالج هالمشكلين بس شوف الأصفر يين بتطلع هيدا بنانجح الأصفر بس شفتوا وهيدا اللون عندي مفضل هاللون لأني بشوفوا بالبيت أنا مغمضة مفتحة عينيه بمرؤ من حدي بشوف الألوان بس الناس اللي ما بتشوف نانسي وروي بيعرفوا بيعلم الكريستل وانتو إذا بتكون تقروا قولك شو اللي أثر فيها هو شو اللي يخليها هيدا الحجرة هيدا ايه هيدا البنك نحنا خلصنا تجوين تقريبا رح نحكي مرة تاني عم بيقشروا لنا بس مرة تاني قيمة الحجر وقوة الحجر وأقوى من الحجر البشر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة